اقتدناها بالتأهل نصف نهائي كاسمس المباراة اعتقد انه كل اهلاوي بيحسب حسابات وبيحدد اهدافه قبل الماتش كان يهمه ان احنا نجرب نشوف اللعبية اللي بعيدة بقالها فترة نتطمن ان شاء الله على كل الوجوه اللي بتمثل نادي الاهلي وكمان المهم ودي يمكن واحدة كانت من اهم الحسابات نحن نخرج من غير اصابات بمناسبة الكلام على وليد لغاية اللحظة زي ما انت قلت يا سارة ما فيش اخبار مؤكدة كل ما يتم نشره فيما يتعلق بكابتن وليد سليمان غير صحيح او خلينا نقول غير مؤكد حتى اللحظة النهاردة يتعامل لكابتن وليد مسحة يتحدد على اساسها حالة كابتن وليد سليمان النهائية ونتمنى ان شاء الله انه ما يكونش مصاب ونتمنى ان شاء الله انه يكون بألف خير